إن موازنة المعادلات الكيميائية من المفاهيم الكيميائية التي يواجه بعض الناس صعوبة في فهمها ولكن عندما تتبعون خطوات التحليل بدقة ومنهجية وتفهمون موازنة المعادلات الكيميائية عندها تكتشفون أن الأمر ليس بهذه الصعوبة ما هي المعادلات الكيميائية؟ هذه معادلة كيميائية هنا وهي تصف تفاعلا كيميائيا فعندما تأخذون ذرة من الألمونيوم وتضيفونها إلى جزيء الأكسجين ثناء الذرة وهو جزيء يحتوي على ذرتين أكسجين يتفاعل العنصران في الظروف المناسبة وينتج عن التفاعل أكسيد الألمونيوم ويحتوي مركب أكسيد الألمونيوم على ذرتين ألمونيوم وثلاث ذرات أكسجين ما الهدف من موازنة المعادلة الكيميائية إذن؟ انظروا إلى المعادلة جيدا تلاحظون أنه لا يوجد العدد نفسه من الذرات في طرفي المعادلة مثلاً في الطرف الأيسر يوجد ذرة ألمونيوم واحدة أما في الطرف الأيمن فيوجد ذرة ألمونيوم وذرات الألمونيوم في طرفي المعادلة لا تظهر من العدم طبعاً بل يجب أن يكون لديكم نفس العدد من ذرات الألمونيوم في الطرفين وكذلك الأمر بالنسبة للأكسجين ففي الطرف الأيسر هناك ذرة أكسجين ينتج عنهما جزي أكسجين ثنائل بينما هنا في مركب أكسيد الألمونيوم هناك ثلاث ذرات أكسجين وذرة الأكسجين الثالثة هذه لم تنتج من فراغ لذا يجب عليكم موازنة عدد ذرات الألمونيوم في الطرفين فهذا الرقم وهذا الرقم يجب أن يكون متساويين وعليكم موازنة عدد ذرات الأكسجين كذلك فهذا الرقم وهذا الرقم يجب أن يكون متساويين أيضا لأنه يوجد ذرة ألمونيوم هنا وذرة واحدة هنا عليكم أن تضاعفوا عدد ذرات الألمونيوم في هذا الطرف اكتبوا الرقم اثنان إلى يسار ذرة الألمونيوم وبهذا يصبح لديكم ذرة ألمونيوم لاحظوا أن الألمونيوم متوازن في طرفي المعادلة عليكم الآن أن توازنوا الأكسجين هنا يوجد ذرة أكسجين وهنا ثلاث ذرات أكسجين حتى تنتقلوا من اثنان إلى ثلاثة اضربوا في واحد ونصف واحد ونصف ضرب اثنان يساوي ثلاثة أصبح لديكم ثلاث ذرات أكسجين في طرفي المعادلة لكن عادة أنت موازنة المعادلات الكيميائية لا يكتب العلماء عدد الجزيئات باستخدام الكسور مثل واحد ونصف بل يميلون لكتابتها باستخدام أعداد صحيحة حتى تحصلوا على عدد صحيح من الجزيئات اضربوا الطرفين بنفس الرقم كما تفعلون في المعادلات الرياضية في هذه الحالة اضربوا الطرفين في اثنان قبل ذلك اكتبوا المعادلة الكيميائية مرة أخرى تسمى المواد في الطرف الأيسر المعادلة بالمواد المتفاعلة وهي ألمونيوم زائد أكسجين ثنائي الذرات وتسمى المواد في الطرف الأيمن بالناتج وهو أكسيد الألمونيوم في هذه الحالة حتى تحول الكسر العشري واحد ونصف إلى عدد صحيح اضربوا الطرفين المعادلة في اثنان لأنه لا يوجد أي رقم هنا اكتبوا واحد اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة واحد ونصف ضرب اثنان يساوي ثلاثة واحد ضرب اثنان يساوي اثنان تحققوا أنكم وازنتم المعادلة بشكل صحيح لديكم أربع ذرات ألمونيوم في الطرف الأيسر وأربعة في الطرف الأيمن ما عدد ذرات الأكسجين في الطرف الأيسر؟ يوجد ثلاثة جزيئات من الأكسجين ثنائي الذرات كل جزيئ فيه ذرات أكسجين أي يوجد ست ذرات أكسجين في الطرف الأيسر وفي الطرف الأيمن لديكم اثنان ضرب ثلاثة ويساوي ست ذرات أكسجين أيضا هكذا أصبحت المعادلة الكيميائية متوازنة ترجمة نانسي قنقر